ينضم إلينا من لندن الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي دكتور نهاد بعد التحية في هذه القمة الأفريقية الثانية كما نتابع الآن وكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوعود الاقتصادية والاستثمارات التي يبحثها مع القادة الأفارقة ومحاولة روسيا أن تجد موطئ قدم أوسع في أفريقيا وهي متعاونة بالفعل في السابق مع أفريقيا كيف ترى الاستثمارات وخصوصا ملف الحبوب والوعود بتقديم هذه الحبوب بأطنان تصل لخمسين ألف طن في ثلاثة أشهر مع أنت تعلم أن النظام الروسي والدفعي سيكون لديه بعض العراقيل كيف سيتم تنفيذ هذا الوعد إلى الدول الأفريقية برأيك نعم شكرا ما رشع على الاستضافة في هذه التعطية الهامة الخاصة بما يتعلق بالمؤتمر الذي يعقى المؤتمر أفريقيا روسيا في بوترسبورغ هذا موضوع شائف موضوع الحبوب لأن هناك حرب قائمة كلنا نعرف ذلك نعم وهناك أيضا مسألة انسحاب روسيا من الاتفاق للسماح للقمح والحبوب الأوكرانية بممر بحري آمن من خلال البحر الأسود وكذلك المنتجات الأخرى الآن هذا يتوقف لأن حدث بعض القصف للمرافق الخزن والتصدير في أوديسا وفي أموان أخرى لذلك هذا أدى طبعا إلى توقف القمح من الوصول إلى المناطق في إفريقيا خاصة شرق إفريقيا هناك دول فقيرة تعاني من نقص في الأمن الغذائي لذلك هذا مسألة هامتهم بإفريقيا وسيتم الضغوط على الرئيس بوتن بأن يحاول إعادة الالتحاق بهذا الاتفاق واستئناف الشحنات الضرورية نعم نعم الوعود بأنه سيمد القمح والحبوب إلى الدول الإفريقية حتى مجانا ولكن هذا يتم عن طريق المباحثات الصمائية بين كل دولة إفريقية وروسيا الآن المسألة ليست بتلك السهولة نعم روسيا ستواجه صعوبات كبيرة في اللوجستيات من سيدفع تكلفة الشحن؟ جاء مقترح من روسيا وكان في صحيفة الڭارديان البريطانية يقول أن بوتن اقترح خطة بموجبها قطر تدفع تكلفة شحن القمح لتركيا ومن هناك يتم إرسالها للدول الفقيرة نعم لكن من غير الواضح أن الدول الوسيطة وهي تركيا وقطر قد وافقتا على ذلك لم يتم لم نسمع أو نقرأ عن أي وافقة من هذه الدول لذلك الافريقية لما تحتاجه هو في الواقع ترجمة حقيقية للوعود تريد أفعال وتريد نتائج ملموسة ولا تريد وعود شخصية فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي وافريقيا أيضا تشعر أن انسحاب روسيا بين اتفاق الحبوب هو حتى أحد المسؤولين الكبار في حكومة كينيا وضع على تويتر تعليق قال أن هذا طعن في الخلف للأمن الغذائي في أفريقيا خاصة في القرن الإفريقي الذي يشمل الصومال جيبوتي إريتيريا إثيوديا ولذلك هناك استياء من هذا الموقف وروسيا طبعا تحاول الآن استقطاب أكبر عدد ممكن من الحلفاء والأصدقاء وافريقيا هي قارة تحتاج المواد الغذائية من روسيا ومن أوكرانيا لذلك وجدها فرصة مناسبة أن يدعو إلى هذا المؤتمر ويلقي برأيه ولكن النشاط الروسي في إفريقيا أو النفوذ لا يزال اقتصاديا لا يزال محدودا مقارنة مع الصين مثلا الصين متقدمة على روسيا بسنوات كثيرة استخمرت أكثر من 155 مليار دولار في مشاريع نعم دكتور نهاد يعتبر روسيا لديها يعني وعود نفذتها مع الأفريقيا وأعفت ديون هائلة بالمليارات لأفريقيا وهي في هذه القمة تعرف ماذا تريد في هذه القمة والوعود التي وعدت بها تدل على أنها لن تمدد روسيا اتفاقية الحبوب في حال حتى تدخل الجانب التركي أو الجانب الأمم المتحدة على كل سنتابع ما سينتج عن هذه القمة وهذه الاجتماعات مع الأفريق أشكرك كنت معي من لندن الدكتور نهاد اسماعيل الخبير الاقتصادي أشكرك على هذه المشاركة